بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أحباء طلبات الصف الرابع تحدثنا في الحصة السابقة عن موضوع التدريبات القواعد تحدثنا عن قاعدة إنا وأخواتها وقاعدة أسماء التفضيل اليوم سنتحدث عن مهارة الكتابة قلنا بأن مهارة الكتابة تكون فهم مع تطبيق للحفظ الكتابة هي مجموعة من القضايا التي نواجهها عند كتابة الكلمات والجمل نقوم بتعلم هذه القضايا حتى نتخلص من الأخطاء التي نقع فيها بشكل دائم ومستمر موضوع الكتابة يتحدث عن الرسم المناسب وشكل الهامزة نذكر بأن الرسم المناسب للهامزة كيفية تحديد شكل الهامزة إذا كانت مفتوحة أو ما قبلها مفتوح تكتب على الألف أي عندما نقوم بنطق الكلمة سواء كان موجود تشكيل حركات للكلمة أم لم يكن موجود نقوم بنطقها سألة إذا كانت حركة الهمزة عند النطق فتحة أو ما قبلها مفتوح نكتبها على الألف مثل كلمة سألة سألة مفتوحة كتبنا على ألف إثنان إذا كانت مكسورة أو ما قبلها مكسور تكتب على نبرة قلنا على شكل الكرسي مسائل مسائل كانت لفضناها بأنها مكسورة إذن كتبناها على هذه الصورة النقطة الثالثة إذا كانت مضمومة أو ما قبلها مضموم تكتب على واو مؤمن مؤمن مضمومة فكتبناها على واو أيضا إذا سبقت بألف ولم يأتي بعدها شيء كتبت على السطر مثل كلمة ما ها هي جاءت بعد ألف ولكن لم يأتي بعدها حروف فنكتب ما إذن الطريقة الأسهل لتحديد الشكل المناسب لكتابة الهمزة يكون حسب نطق الكلمة أو تشكيل الحركات لها نقول إذا كانت الهمزة مفتوحة أو ما قبلها مفتوح تكتب على ألف مثل مثال أو كلمة سأل النقطة الثانية إذا سبقت بحرف مكسور إذا كانت مكسورة أو سبقت بحرف مكسور فإنها تكتب على نبرة على شكل الكرسي فنقول مسائل ثلاث إذا كانت مضمومة أو ما قبلها مضموم تكتب على واو مؤمن أيضا إذا سبقت بألف ولم يأتي بعدها شيء نقوم بكتابتها على السطر إذا قوموا بتوضيحها بطريقة الحفظ مضمومة مفتوحة أي ألف مكسورة أي كرسي مضمومة أي واو وهكذا السؤال الأول يقول إملأ الفراغ في كل مما يأتي بشكل الهمزة التي بين القوسين يس أ لو مفتوحة إذن على الألف جريئة 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 قبلها مكسور أي على شكل الكرسي في آت في آت إذن مكسورة أي على شكل الكرسي قلنا نبرة يؤازر يو يو ز يو و ز و قبلها مضموم إذن نكتبها على واو إذن قبلها مضموم نقوم هنا بكتابتها على واو إذن في السؤال الأول هو قام بتحديد شكل الرسم المناسب للهمزة لكن نحن قمنا بالتوضيح قلنا يس أ لو مفتوحة الهمزة إذن كتبناها على ألف جريئة ما قبلها مكسور كتبناها على نبرة في آت ما قبلها مكسور كتبناها أيضا على نبرة قلنا يشبه إشارة الكرسي يؤ ز يؤ ز ما قبلها مضموم كتبناها على واو هنا عندما قلنا يس ألو بما أن الحرف السابق ساكن ولفظنا الهمزة ووجدنا أنها فتحة قمنا بالتوضيح قد يأتي للعكس مثل كلمة جريئة لا يوجد على الهمزة حركة إذن أنها ساكنة يجب أن ننظر إلى الحرف الذي قبلها في مراحل قادمة سنتحدث عن الشكل المناسب للهمزة بطريقة أقوى الحركات ولكن هذه الطريقة هي من أسهل الطرق التي تستطيعون بعد أن تقومون بحفظها وتطبيقها من كتابة الشكل المناسب للهمزة في جميع المراحل السؤال الثاني يقول املأ الفراغ بالشكل المناسب للهمزة إما على واو أو على ألف أو نبرة في كل مما يأتي ألف حل المسألة سهل المسألة الهمزة لفظناها مفتوحة أي نكتبها على ألف با المحافظة على البيئة واجب وطني البيئة قبلها مكسور أي كتبناها على نبرة على شكل الكرسي جيم في زيارة المعالم الحضارية فوائد كثيرة فوائد كثيرة إذن لفظنا الهمزة أنها مكسورة نقول فوائد فنكتبها على نبرة دال بادر المشجعون إلى مؤازرة فريق كرة السلة مؤازرة ما قبلها مضمم إذن على واو ها يزور مئات السياح وادي رم من كل يوم مئات ما قبلها مكسور إذن على نبرة واو المنسف أكلة شعبية وهو من أهم الولائم في الأردن الولائم مكسورة كتبناها على نبرة تشبه الكرسي إذن قلنا في هذه المرحلة نحن نقوم بتحديد شكل الهمزة حسب النطق يفضل أن يتم استخدام هذه الطريقة في جميع المراحل لأنك في مراحل قادمة لن يتم وضع الحركات والتشكيل على الكلمة لذلك يجب عليك أن تقوم بلفظها بينك وبين نفسك ومن ثم تحدد عندما نلفظ الهمزة بأنها مفتوحة أو ما قبلها مفتوح نكتبها على الألف مثل سألة إذا كانت مكسورة أو ما قبلها مكسور نكتبها على نبرة على شكل الكرسي مثل مسائل إذن في البداية ننظر إلى نطق الهمزة نفسها إذا لم تظهر حركة على الهمزة نقوم بالنظر إلى ما قبلها سواء بكتابة الكلمة أو بلفظها النقطة الثالثة إذا كانت مضمومة أو ما قبلها مضمومة على واو مثل مؤمن أما إذا سبقت بألف ولم يأتي بعدها شيء نقوم بكتابتها على السطر الإملاء مهارة الإملاء مقصود بها الممارسة وتدرب على كتابة الرسم الإملاء للكلمات الإملاء يكون ببث مباشر أيضا الإملاء إما أن يكون نص محدد تقومون بالتدرب عليه بنسخ الكلمات مرات عديدة إما أن يكون نص مفاجئ دون تدرب مسبق مهارة الإملاء تساعد في التمكن من كتابة الكلمات بشكل صحيح أيضا من حفظ عدد كبير من الكلمات وتشكيل مخزون صحيح لكتابة كلمات عديدة بهذا تنتهي حصتنا لهذا اليوم تحدثنا فيها عن موضوع الكتابة عن كيفية تحديد شكل الهمزة أيضا تحدثنا عن مهارة الإملاء نلتقي بكم في الحصة القادمة بموضوع التعبير والمحفوظات دمتم بخير وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر